اكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية دور التقرير الاجتماعي للطفل في دعم تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وتعزيز مصالح الطفل الفضلة في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بها حيث تم إعداد أربعمائة وثمانية عشر تقريرا وتنفيذ اثنتين وثمانين زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها وذلك خلال العام الفين وثلاثة وعشرين ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التشريعات والقوانين والمبادرات التي وضعتها مملكة البحرين لحماية حقوق الطفل وضمان تنشئته بشكل سليم في مختلف الظروف خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من التدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل حيث شهدت مشاريع الطفولة في البحرين تطورا بارزا ما أسهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين ويليها إنشاء مركز حماية الطفل واعتماد الخط الساخل لنجدة ومساندة الطفل وإنشاء بيت باتلك لرعاية الطفولة إضافة إلى تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل وافتتاح العديد من الأندية للأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تضم في عضويتها عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة حيث تعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء والحق في التعليم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وآدم التمييز إيمان مطلق بصون حقوق الطفل وحمايته ترجمته على أرض الواقع التدابير المعمول بها في المملكة والتي تستحدث دائما انطلاقا من الحرص على حماية الأطفال والحفاظ على مستقبلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر